السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا شباب عاملين ايه اتمنى ان انت تكونوا بافضل حال واتم صحة ويستمر فرصايا الرهان ارسنال ومانشستر سيتي في سباق الاثنين على اللقب بتاع الدوري الانجليزي وينجح كل واحد منهما في انه هو يفوز ارسنال اللي بيتفوق بسلاسية على بورنموس وهلند اللي بيستعيد زاكرة تهديف بتاعة الموسم اللي فات اللي كان بيسجل فيها في كل مباراة هاتريك ورباعية وخلافه وان كانت دي اول رباعية بالنسبة لهالند عشان يستمر الصباق ويتأجل الحسم الى الجولة القادمة الجولة اللي حيكون فيها كل واحد منهم بيواجه العقدة بتاعته ارسنال بيواجه منشستر يونيتد في الالد ترافورد ومانشستر بيواجه توتنهام على ملعب توتنهام عشان نشوف مين اللي حيوقع نقاط فبالتالي نعلن الاخر هو بطلا للدوري الانجليزي فالله بينا نضع لايك للفيديو واشتراك في القناة وتعالوا نتكلم عن فوز ارسنال ومانشستر سيتي لما نقاط على فريق الارسنال هتلاقي ان في اول عشرين دي اياه دايما فريق الارسنال او اول خمسة وعشرين دي اياه بيعمل فرص كتير على الخصم بيحاول ان هو يبتدي بسيناريو ويربك حسابات الخصم اللي اصاده الموضوع ده موجود من الموسم حتى اللي فات ولكن اللي جد في الموسم ده ان انت بتلاقي الارسنال ما بيريحش بعد الهدف وبالتالي بيحاول ان هو يسجل هدف اثنين وثلاثة لكن الملاحظ مؤخرا في اخر مباريات بالنسبة للارسنال ان في رعونة اصاد المرمة ان انت بتلاقي الفريق بيضيع فرص كتير اول عشرين دي اياه دي ممكن يسجل فيها تلاقي ان هو تلات اربع اهدف من الفرص اللي جات له ولكن بتلاقي ان المحصلة ممكن هدف واحد او حتى مفيش تهديف اصلا بالنسبة لفريق الارسنال والرعونة دي راجعة لسبب من سببين بالنسبة لي السبب الاولاني هو استعجال الفوز احنا مش عايزين نحصل لنا زي ما حصل للموسم اللي فات ونلاقي نفسنا ان احنا ايه بتتاخد مننا نقاط وبنوقع نقاط كده وبتسترق مننا فبالتالي احنا عايزين نستعجل الفوز عايزين نجيب اهداف من البداية عشان نضمن المباراة في جبنة والتلات نقاط والاستعجال هنا بيخلي فيه عدم تركيز شوية اصاد المرمة سواء في اللمسة الاخيرة او قبل الاخيرة اول موضوع هو ثقة مفرطة بالتالي انا عند الثقة ان انا حصل الى مرمة القسم وحقدر ان انا تكل فيه فرصة واضحة ان انا اسجلها فالثقة الزايدة عن اللزوم بتتحول لضدها الشيء لما بيزيد عن حده بيتقلب لضده فبالتالي تلاقي ان اللاعب بيضيع بيفت تركيز اصاد المرمة لكن ايضا يحسب لارتتا ويحسب لفريق الارسنال ان هو بيحاول على مدى التسعين دقيقة فبالتالي هو فريق لا يكل ولا يمل حتى لو ضيع في اول عشرين دقيقة وكان في رعونا هو بيكمل محاولاته لحد لما يقدر يوصل للي هو عايزه لكن لازم يخلي باله فريق الارسنال من الاخطاء اللي بتحصل داخل ارضية الملعب زي الاخطاء في فقدان الكرة في نص الملعب واللي بتتدب هجمات قوية على فريق الارسنال ممكن تخليه ان هو يكون في وضعية غير محببة بعد ما كنت مسيطر على المباراة ان انت تلاقي نفسك متأخر او حتى الاخطاء الفردية زي اللي حصل لجابرييل لما ساب الكرة لسولانكي واللي قدر بعد كده صليبة ان هو يقطعها منه فممكن في مباراة اخرى خصوصا اخر مباراتين دول انت مش عايز مش محتاج هذه الاخطاء تلاقي نفسك ان انت اه انت المسيطر انت الافضل انت اللي عندك الفرص ولكن انت المتأخر في النتيجة فبالتالي ده يسبب لك استعجال اكتر يسبب ضغط اعلى على اللاعبين يسبب نرفازة داخل ارضية الملعب فممكن تلاقي نفسك بتخرج من المباراة بسبب اخطاء بسيطة لكن فعليا كده قدر فريق الارسنال من كتر المحاولات ان هو يلبس الحارس ضربة جزاء اه فعليا هفرتز لبس الحارس ضربة جزاء وحتلاقي ان هو وقف رجله شوية وخلها واطية وما رفحاش عشان يعدي من فوق الحارس ويحاول يلعب الكرة في المرمى عشان تلمس رجله في رجل الحارس وتصبح ضربة جزاء وده زكاء من اللاعب ان هو يلبس الحارس ضربة جزاء عشان يقدر الارسنال يجيب منها هدف يريحه شوية لكن المشكلة التانية اللي بتواجهني مع فريق الارسنال ان هو ببعض الاحيان والنتيجة مش مضمونة بتلاقيه يريح مفهوم ان الفريق مش هيقدر يلعب تسعين دقيقة كاملة بالنفس المستوى ولكن ان انت تريح في الاوقات دي بتبقى مشكلة لان الفريق الخصن بياخد هو المبادرة وبيكون قريب من مرمى فريق الجنرس فممكن يعادل النتيجة لكن عندك موجود لعب لازم تتكلم عليه هو لعب الموسم بالنسبة لي في فريق الارسنال وهو ديكلان ريس بالادوار الدفاعية اللي بيقدمها وقطع الكرات وتقطيط المساحات او حتى الادوار الهجومية واللي انت بتشوفها النهاردة بصناعته الهدف وتسجيله الهدف اللاعب ده فعليا هو لعب الموسم بالنسبة للارسنال ولو كان خدها من فودن هو لعب الموسم بالنسبة للدور الانجليزي ما كانش اي حد هيعترض لكن فعليا اللي اتنين مقدين اداءات قوية جدا سواء ده في الستي او ديكلان ريس في الارسنال وانت شايف قدامك فريق الارسنال ان هو فعليا لو قدروا يبقوا على نفس القوام ده هم محتاجين مهاجم فقط لغير وتحس ان الفرقة كده تبقى اقوى وتبقى مكتملة على ارضية الملعب فقدر فريق الارسنال عن طريق زيادات ديكلان ريس ان هو يحرز الهدف التاني من خلال تروسارد وتمرير الديكلان ريس او تمريرة اللي تلعبت لديكلان ريس نفسه اللي حط الهدف التالت عشان يؤمن على الثلاث نقاط يا معلم ويضع الضغف على فريق الستي ونوصل هنا لمباراة فريق الستي وصد الولفز المباراة اللي ممكن نقول فيها بينتقم الستي من الولفز وخسارته في مباراة الزهاب على ارضية ميدان الزئاب المباراة بتبتدي بتحس ان فعلا فريق الستي مضغوط فريق الستي نتيجة الأرسنال مضيئة فعايز يريح نفسه وانه هو اجيب هدف مبكري يخليني ألعب لعبي ألعب بالشكل اللي أنا عايزه وكان له مقراض من خلال ضربة الجزاء اللي اتعملت من آية نوري على طبعا جفارديول انا في نظري ان هي مش ضربة جزاء وهو التحام قابل ان هو يصبح ضربة جزاء او ان هو ما يتحسبش لكن هو نقول عليه ضربة جزاء ضربة جزاء يعني اللي هو مباشرة على طول كده اقول لك لا ان هي فيها كلام بالنسبة لي ولكن لو تحسبت مفيش اي مشكلة حتقول ان هي تمشي تعدي يعني فبالتالي ضربة جزاء يترجمها هالند الى هدف وهنا تلاقي الستي ان هو بيلعب الطريقة المؤخرا بيلعب بيها ايه الطريقة المؤخرا بيلعب بيها ان انا بعد ما بسجل هدف بحاول ان انا امتص الفريق اللي قدامي بحاول ان انا اهدي الملعب عشان ما يحصل ليش اي اصابات عضلية بالنسبة لفريق الستي ذات نفسه يحاول يحافظ على نفسه على قوام اللاعبين ليه لانك لو بصيت للفترة الاخيرة هتلاقي ان مثلا واحد زي فودن كان بيلعب مباريات دوري ابطال اوروبا ما بيلعبش مباريات الدوري حفاظا عليه من الاصابة اللي جات له والاصابات العضلية لو ما تعملتش معها بعناية هتلاقي نفسك ان الاصابة دي بتتكرر مع اللاعب وبالتالي بتخسره لعدد مباريات اكبر بتشوف ان دي بروين ما بيلعبش مباريات الزهاب بقصار ريال مدريد ومباريات الثانية ممكن تحس ان هي مهمة بالنسبة للستي تلاقي ان دي بروين مش متواجد على الرغم من تقلق دي بروين او موجود على دكة البودلة وده لقراحة اللاعبة من اصابات العضلية وخصوصا ان انت في اخر فترة في الدوري فاللي هو انا مش محتاج ان نخسر اي لاعب يمكن يكون بالنسبة لي ورقة رابحة سواء في التشكيل الاساسي او حتى على دكة الاحتياطي فبتلاقي ان فريق الستي بيحاول يعمله بيحاول ان هو يمتص الملعب بيحاول ان هو يعمل كنترول على الملعب بيسيب الكرة للفريق الخاص انت عليها جمني يا معلم ويسيب لي مساحات استغل لها ان انا العب من خلالها هجمات مرتدة ونفس ما حصل اصار فريق نوتينجهان بتلاقيه بيحصل اصار فريق الولفز وعلى الرغم من سيطارة الولفز لكن بيقدر يستغل الاخطاء بتاع تلاعبي الولفز فريق الستي في التمرير ومن خلالها هوب تلعب الكرة وتروح لهالندو وهالندو يسجل الهدف الثاني مش بس كده طب تقول لي طيب هو لسه يضغط بعد الهدف الثاني ما كان نعمل نفس الاسلوب اقول لك هنا لا هنا المباراة اصبحت في حتة النوكاوت او الحتة القاتلة ان انا سجلت هدفين لو قدرت اسجل تالت انا قتلت المباراة بالنسبة للفريق الخصم فبالتالي هنا اقدر اعمل اللي انا عايزه حتى جورديولا يقدر يبدل للعيبة اللي هو عايزها لو حاب يعمل كده فعشان كده بتلاقي ان السيتي بيعيد تعليق الرتم تاني بيحاول يسيطر على المباراة تاني يستحوز على المباراة تاني ويحاول ان هو يسجل الهدف الثالث وكان له مقارات في الشوط الاول عشان يخرج بنتيجة ثلاثة سفر من الشوط الاول وتعتبر الثلاث نقاط في جيبه بالنسبة للسيتي ويبتدي بقى يريح المباراة باسلوب تاني ان انا اسيطر على المباراة بالتمريرات السلبية بدل ما سيب الكورة للفريق الخصم وان انا يبقى فيه فرهضة ان انا بجري وراء الكورة لا انا همرر تمريرات سلبية بيني ما بين نفسي كده وتمريرات كتير والتحضير البطيء وخلافه واحرم الخصم من الكورة وابقى بساعتها برضه بريح لكن ادر فريق الولفز ان هو يسجل هدفه وهنا ده بيدي مؤشرات القلق تاني بالنسبة لجورديولا والفريق السيتي اني ممكن لو كورة طايشة تاني تسجلت بالنسبة لفريق الولفز يعود في المباراة بشكل اكبر وتصعب المباراة على السيتي فهب يا معلم هلند يظهر في الصورة ويقولك لا سيبوها علي انا وقادي كمان هدف يا جماعة فبالتالي يبقى ايه الموضوع انتهى قادي اربعة واحد انتهت المباراة بالنسبة للسيتي لان الهدف جيه بشكل قريب جدا من هدف الولفز فهنا طبعا الاحباط سيصيب لعبي الولفز اللي هما اصلا ما بيلعبوش على حاجة غير تحسين المركز ما بيلعبوش ان هما يتفادوا الهبوط او ان هما يخشوا بطولة اوروبية هما انضمنين نفسهم ان هما موجودين في الدوري للموسم القادم فهي مباراة بنقديها لجل الجمالية لاكتر ولااقل ان احنا هنقول ان احنا فوجنا على السيتي زهابا وعودة ولكن قدر فريق منشستر سيتي انه هو يتفوق واللي شفته النهاردة من خلال وضع الضغط من فريق ارسنل على فريق السيتي واللي بان في اول عشر دقايق بالنسبة لمباراتنا مع مبارات السيتي طبعا هتلاقي ان هو بيتعكس في الاسبوع القادم ليه لان اللي هيفتدح الجولة هو السيتي وصاد فولهم وبعد كده تاني يوم هيلعب الارسنل مع منشستر لونيتد وهنا فيها حسابات كتير ايه الحسابات الكتير؟ اولا بالنسبة للارسنل واضحة جدا عشان يتوق باللقب لازم السيتي يفقد النقاط فبالتالي يستطيع الارسنل ان هو يقدر ان ياخد اللقب بان هو يحصل النقاط الستة اللي بقي له لكن لو ادر السيتي ان هو يفوز المباراتين اللي هم في الاسبوع الجاي مع تعصر الارسنل فسيتم اعلان السيتي بطلا للدوري بدون النظر الى اخر مباراة لان الفارق نقطة واحدة لو قدر السيتي يفوز في مباراتين سيبقى الفارق بالنسبة للسيتي هو خمس نقاط لو تعصر الارسنل هزيمة او تعادل سيبقى على اقل في التعادل الفارق اربع نقاط وهنا مش مهمة المباراة الاخرانية ان نفوز فيها فهل تفعلها فرق لندن وتنصف الارسنل لان التلاتة اللي حيواجههم في نهاية الدوري هم من فرق لندن وينصف وجرهم الارسنل ان هو يحصل لقب الدوري ام ان منشستر رونيتد حيساعد النصف الاخر من المدينة بان هو يحصل لقب بتعطيله لفريق الارسنل في الجولة القادمة ده اللي هنشوفه بها في الجولة القادمة لكن بالنسبة للجولة دي فاستطاع كل فريق ان هو يتفوق ويحصل ثلاث نقاط ويستمر سابق ولاحق في السباق لحد لما نشوف بها اخر جولتين هيحصل ايه ده كان كل اللي عندي عن مباراة الارسنل وفوزه على برنموس ومباراة الستي وفوزه على الولفز اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم ولو عجبك الفيديو متنسانيش من لايك الاشتراك في القناة وشيروا الفيديو في كل مكان عشان يصل المحتوى الى اكبر عدد ممكن من الناس واشوفكم بقتم حال وقتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته